خلينا نكمل مواجهاتنا مع سبورتنج بس الحقيقة دي مواجهة جاية لسه فريق الكرة الطائرة سيدات بقادرة الكابت الحمد الصافي ان شاء الله بيستعد بقوة لمواجهة نادي سبورتنج في الجولة التلاتاشر الماتش هتلاقي بعد صلط الشهداء يوم الجمعة اللي جاية بإذن الله الاهلي بيحتل الصدارة بترتيب 33 نقطة من 11 فوز 11 في 3 ب 33 متأجل لنا ماتش واحد هو مباراة نادي الصيد طبعا فتاة الزهب كما تعودنا بيقدوا أداء رائع أداء متميز ولما سألنا طبعا رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة سألناها لما كانت معانا من الملعب طبعا السيدة بوشرح جيج سألنا هنا يعني بطولة أفريقيا للسادات لقى فين قالت لك مصر وكينيا مقدمين بس احنا يعني نتمنى انها تبقى في مصر وبتاع بس احنا يعني الاخبار اللي جاينا لهي غالبا راحة كينيا يعني بطولة الرجال هتبقى في مصر وفي نفس التوقيت أو بعده بحاجة حبة بسيطة هتبقى تقريبا يعني بطولة السيدات ولكن كل شيء وارد ممكن أمور تتغير قبلها بلحظة الموضوع لسه ما تحسامش يعني احنا نتمنى طبعا تبقى البطولتين على الأرض مصر عشان طبعا نستفاد من الملعب طبعا فيش جمهور لان الجمهور هتبقى البطولات المطشطة هتبقى بدون جمهور ولكن لعبتنا ما بتلعب هنا بيبقى أفضل وان شاء الله يبقى ريكورد جديد للنادي الأهلي سواء رجال أو سيدات ونزود نجمة جديدة في بطولات أفريقيا للكرة التقرار سواء رجال أو سيدات اشتركوا في القناة